السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيا الله الشباب عسا لكم بخير وصحة وسلامة حياكم الله في مقطع جديد من سلسلة نصايح فورتنايت طبعا قبل كل شي لاحظ يديني يقولي غير الكاب يا أخوي ترى والله ما استخدمها لوقت التصوير المهم وش فايدة الايم أو وش فايدة التسخين هذه أهم نقطة يا عزيز المشاهد أنك تعرفها والله يعني ما أقول أني المحترف الواو ولكن عندي شباب يعني أبسط مثال أو أقرب مثال يلعبون فترات أطول مني ولكن أجي أحسن يبدح نفسي بزيادة المهم يعني أجي في فترة قصيرة أرجع الايم أو أني يعني أوصل المرحلة الايم يكون فيها كويس ويمديني أجلة في القيم فوش اللي يفرق معاك غير التسخين والله يا جماعة أن التسخين فايدة له يعني صح أنك تدخل تستمتع يعني مش داخل أنت تحدي 500 ألف دولار لا لكن يا أخوي يوم تستمتع أجلد لا تستمتع ونتنجلد فهذا الفرق على العموم الماب هذا جدا جميل ويعني في له كل شي سنايفر رشاش شدقن وديق يعني كل شي كل شي إن شاء الله رح تستمتعون في المقطع لا تنسون الاشتراك وصلون إلى الف مشترك ماستاهل بالله عليكم واشكركم على الدعم في المقاطع الماضية وبس خلنا نبدأ طبعا في البداية حسن تارقيم يا حبيبي اذهب بسم الله شوف عزيز المشاهد الأسلح مفروض تبين في هذا الأماكن ولكن سوي نفسك اللي خلاص زعلت باروح أه خلاص باروح لا 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 شوف تظهر تعرف اللي يوم تروح سيبر ماركت كذا وتقول له نقص نقص قولك لا ماريد خلاص هذا آخر بعدا تسوي نفسك رائع كذا يقولك تعال 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 خلاص هذا نفس النظام يطول عمر المهم ما لنا في الطويلة شوف نيجى عند التايمر عندك أنا نفسه ما بديت ليش بدأ التايمر تعطيها هبا واحدة هنا وبعدا أول شي رتب الأسلحة عزيزي شوف كيف بعدا هبا واحدة ثانية يبدأ لك العشر ثوانين زين المهم نيجي أطول عمر أول شي في البداية عندنا خلنا نبدأ في هذا اليمين اللهم ادعنا من هذا اليمين شوف هذا لا صعب لأن هذا يعني يبدون تصويب تمام في فرق بين نكتئيم كذا اللي هو نفس رأة البناء عندك فيفضل أنها تكون أقل شي ولكن من نفس الوقت أنت ما تكون بطي في البناء فتلف على نفسك لفه شوف كيف ألف على نفسي لفه كذا بكل سهولة عرفت حتى الف زيادة من النص بكل سهولة المهم شوف أول ما تبدأ هنا لا تديني وتقول لي أوووو بعدا تتيجي تسحب كذا بعدا لا النظام هذا ما رح تستفيده لو تطبق لو تلعب هذا الماء بمليون مرة أفضل شي أنك تحاول تخليه يعني نفس الرياكشن فيما تتيجي تطرق على هذا لم تظبط معنا لا ننسى انه في وقت فحاول انك تكون أسرع شيء ممكن يعني حتى لو طوفت واحدة شوف انا بسوي الحين وغالبا راح اطوف يعني واحدة ثنتين وراح يتركها شوف معي بسم الله واحدة شوف مثل ما قلت ما علينا يعني حاول انك تتجنبهم لا تتمي ناشب على واحد فخلي دايما اللفات تكون بينها مسافات على العموم اتمنى وسط الفكرة نأتي للفل 2 يا حبيبي الفل 2 بدون ما تصوب ضروري انك بدون ما تصوب فيه فرق كبير يا عزيز المشاهد هذه المسافات البعيدة وبعدين حتى المسافات البعيدة في اللفل الثاني هنا راح تشوفون كيف تكون أصعب أصعب كثير المهم نقول بسم الله ما نسيتك اللي ناشبناك ما نحاول صراحة أنا ما سخنت ولكن إذا سويتها مرة مرتين راح تضبطها بدون ما تضيع ولا طلقة لا تنسى تعشق السلاح شوف بالله شوف وربي صغير مرة ترى هذا يعني صعب صعب خصوصا شوف المبات مثل هذي اللي يلعب على الكونسل راح تفيده كثير ليه؟ فأتمنى أنكم ما تستصعبون الموضوع ودرع مو ضيعوا كثير لكن صدقني يوم بعد يوم تبدع في الماب هذا طيب نرجع شوف بسم الله واحدة انتين شوف كيف ضيعت كثير في هالمكان المهم لا ترجع كمل كمل لفتك ورجع على اللي ضيعتهم هذا يبينا نحبه بالشدقين يا بوي شل نشبه هذا؟ طيب ريلود لا تنسى الريلود عشان ماي يعني كده في نص الايم كده وتعشق فما لها داعي المهم نكمل بدون يعني هاد الجهة الجهتين هاد اللي احفظوها على اساس عفون جهة واحدة هي احفظوها ان بدون تصويب نبدأ شوف كيف شوف هذا مفروض انه يكون بالشدقن ملاحظة مهمة هذا المكان برضه مفروض يكون بالشدقن بس ليش نستخدم السكار لان الشدقن طلقتها مثل ما تعرفون توزع حتى لو طلقت هنا ممكن يطيح هذا عرفت فلو استخدمت السكار في المكان هذا دقتك تكون اكثر فهمت ممكنك في البداية تلعب الشدقن في الاماكن هذي كلها ولكن يفضل اسم جي او سكار لانه طلقة مرة صغيرة او واحدة يعني ما تتوزع اكثر من طلقات مثل ما تعرفوهم الشدقن انا يمديني اني اصور اكثر من مرة و اظهر لكم و انا اعيش بدون ما اصور مثلا و مرتاح كذا نفسيين و مروق و اطيحهم كلهم في لفة واحدة لكن يعني هذا الحقيقة الواحد يخطي فلا تشوف مثلا يوتيوبر كذا ينزلك ماب زي هذا كرياتيف و يبدع فيهم و انت ما تقدر فيعني خلوكم في الصورة المهم حاول انك ما توقف نهائيا لان الارتداد يجي بعد كل طلقة بسم الله حلوين اللفة تزاوي ثانية شفت ايش فايدة التعشيك هالمرة نزيتها من جدا حاول انك تكون اسرع حاول انك تكون اسرع طبعا مرة بعد مرة راح تكون اسرع ايوه هذا المكان طيب امتكد انا عشقنا هذا المكان اريك توقف كذا وتجي تتحرك القيل اليمين فالكنترول تخلى يعني كذا يمشي اللاعب لا توقف تمام بعد الطلقة الولى بسم الله وتم الاف كذا طبعا تظهر لك الاهداف طبعا ترف الجهات الثانية على هذا الحال يا جماعة الخير هذا اجمل مكان ليه اجمل مكان لان في له تعديل وفي له شوية لمسات حلوة شوف معي عشقة الشدقن تعال هنا كنترول قصة اللقطة طيب تجي هنا طيب تجي هنا وتسكر 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 الجدار هذا او الدرج تجي تحتاج انك تعدله يعني بدلا ما تنط كذا هو يتوقعك اللي قدامك انك بتنزل من واحدة من الجهات تفك الدرج وتنزل على اللي تحت شوف معي يارب اضبطها يارب اضبطها بسم الله شوف عزيز المشاهد اضعها كذا يوه السلام وتعال كذا يوه السلام لا والله جد يعني الواحد يخطي يا جمال الواحد يخطي تمام تجي يشوف يا طول عمر خلص وتلعشرة دقائق وانا جالس هنا طيب حلوين كذا بعد ما تخلص المرحلة هذي ننزل المكان الثلجي هذا نقول حبة 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 ايوه الحين تمسك الاسم جي لا تنسى الحين شغل الاسم جي الهدف من المكان هذا انك طول هذا المسافة تكون مأيم على الشخص هذا مش شرط راسه يعني ما تضيع طلقة برا فهم تحاول انك تحط هذا الهدف في راسك بسم الله مأهم مثل كيف الهدف ماركر غالبا انك نكون فيه بعد ما تخلص هذا المكان الجي طيب أول ما توصل هنا انقز لأنك غالبا في الفايت تكون يعني يتناقز وتأتي و بالبوم طلقة وكذا وتناقز وبالبوم أو بالشدقى لشكل عام فأول ما تأتي هنا على الموم تعطيها نطة نطة ثانية وصلت طيب الان وصلنا للمكان هذا امسك ال SMG تأتي وتعطيها رفلكشن سريع في الليفل هذا طبعا بعد الليفل هذا على طول خلاص ما يبقى لك الا الحب للسنايبر طيب يمديك تاخذ الديقل برضو فتحط لماكن اللي يتحبها طبعا حاول نفس ما قلنا ما تصوب على المكان نفسه اللي تبي تطرق عليها مثلا الحين بيطرق على هذا حاول تعطيها طبعا كذا هذا المكان طبعا واضح بالسنايبر والديقل ما يحتاج له شرح اول ما توصل هنا مفروض انك تطيح على الموقت هذا وتخلص في اقل من 10 دقائق وبس اتمنى تكتب لي في الكومنت كم احتاجت وقت تخلص هذا الماب وعشان عارف يعني كم جلاد عندي من المشتركين وتدخلوا معي في البث اللعب مع المشتركين في كل ويكند ان شاء الله هذا كل شيء اشكركم على تفاعلكم في المقاطع الاخيرة وبفضل الله ثم انتوا راح اوصل الالف مشترك ان شاء الله قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة